السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الأعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقتي الوحدة السبعة بتاعتنا الأزهر تستخطبار لطلاب الأزهر من كتاب باي بيت علاء الوحدة رقم سبعة بداية من صفحة 47 أول سؤال معي خاص بيه listening أول سؤال معي خاص بيه الاستماع تنصر الإجابة الصحيحة بيجيب له نص باستمع إليه جيدا وبعد كده ببدأ أن أنا أجاوب على السؤالين الخاصين بالاختيارات اللي هو جايبهم لي listen to me سمعون كده النص بتاعنا بيقول مهم جدا أن أنت ما تكونش مدمن للتكنولوجيا لو تشعر كده أن أنت ما تقدرش تعيش بدون الموبايل بتاعك أو الهاتف بتاعك يعني بغى عليك أن أنت ايه تاخد كده استراحة أو راحة كل يوم لمدة كده ساعة أو أكتر يعني تعود نفسك أن أنت تستغنى عن الهاتف بتاعك ما تكونش مدمن لهذا الجهاز بعد كده رقم واحد بيجيب لي هنا إنه أمر أهام أن أنت لا تصبح بكم يعني يصبح أنك لا تصبح إن أنت لا تصبح مدمن له طبعا مدمن لتكنولوجيا التكنولوجيا مهم جدا أني أنت ما تكونش مدمن له التكنولوجيا رقم 2 يعني حاول أن تخد ايه كل يوم لمدة ساعة أو أكتر حاول تاخد ايه كده لمدة ساعة او اكتر كل يوم يبقى ان تاخد بريك كده راحة كده لمدة ساعة او اكتر كل يوم لمدة ايه لمدة ساعة بعد كده السؤال التاني خاص بالديالوج والحوار بيقولي هنا يعني هنا جايب لي هنا حوار قصير وببدأ ان انا اقرأ كويس وجاوب على الفراغات اللي موجودة فيه اول سطر هنا بيكون مهم جدا بيقولي ايمان بيقولي هنا ايمان وي وفاء يتحدثاني عن ايه التكنولوجيا وفاء بتقول انت بتقرأ ايه يا ايمان بتسأله هنا ايمان اتلاها حاجة يعني مهتمة بي طب انت مهتمة بي التكنولوجيا يبقى تقولない انا بيقرأ عن التكنولوجيا يبقى en تبقى آي ام. بحتтра هتبقى نفس الزمن السؤال نفس زمن الايجابة. زمن السؤال مضارع مستمر. برضو بجاوب في نفس الزمن مضارع مستمر. يبقى أنا بقرأ كتابEvery God A didn't عن ايه الكتاب ده. بيكون عن التكنولوجيا. بقارCI الكتاب ده عن التكنولوجيا طبعاً. وانا عرفة ده من اول سطر يعشان كده بنقول قراءة اول سطر بتكون مهمة جدا. هنا بتقول لها انت مهتمة بالتكنولوجيا ايمان طبعا طالما بتقرأ عنها اكيد ايوة مهتمة بيها يبقى يس نعم ويو تحول الى اي و اي بيجي معاها اي ممكن اختصرها اقول ايم على طول يس ايم ايوة مهتمة بالتكنولوجيا. وفا بتسألها ايمان اطلاق اي تينك ذا موبر فون اعتقد ان الهاتف المحمول ده اعتقد ان الهاتف المحمول ده بيكون اهم ايه امفنشن اهم ايه اهم اختراع. هنا وفا قرأت عليها اتلاها يعني انت على ايه انت على حق اي اجري وذ يو يعني انا ايه اطافت معك. يبقى هنا بتقول لها ايه اعتقد ان الهاتف المحمول ده اهم اختراع. يبقى تقول لها في رأيك كده ايه هو اهم اختراع. what is what is the what is the most important invention. ايه هو اهم اختراع. يبقى what is the most important. يهو the most important invention يعني الاختراع الاهم او اهم ايه? اهم اختراع. نشوف بعد كده الاسئلة الخاصة بالاختراع. بعد كده السؤال الثلاث بيقول هنا اختر ذاك وركت انصر الاجابة الصحيحة ورقم واحد بيقول ذا نقط يقدر يعني يطير يا ترى ايه هو اللي بيقدر يطير بدون ايه? بدون اجنحة. ايه? اللي بتقدر تطير بدون اجنحة. طبعا يقصد هنا مين? يقصد هنا هليكوبتر. اللي هي الطائرة الهليكوبتر. رقم اتنين. arabic is the national. ده بيكون ايه قومي? طبعا اللغة القومية في مصر. يبقى is the national language. اللغة العربية دي بتكون هي اللغة القومية. اللغة اللي بتكلموا بيها الناس في مصر. رقم ثلاثة after hard work. بعد العمل الشاك او المجهد. ياخد كده ايه? ياخد راحت. يبقى الشخص ينبغى ان ايه? ان هو ياخد ايه? ياخد راحة او يستريح. رقم الدواء. يبقى اسمها take some medicine. ان ياخد بعض الايه? الدواء. take medicine ياخد الدواء او يتناول الدواء. رقم خمسة ينقط. make noise if you father is reading. عايز يقوله هنا لا ينبغى عليك make noise. لا ينبغى عليك ان انت تعمل ايه? ضوضاء او تعمل ازعاج. if your father is reading. لو ببقى بي ايه? لو ببقى بيكون بيقرأ. عند هنا قاعدة if. جالي بعدها your father. up. مفرد واخد معها ازي. يبقى ادي كده جملة ايه? جملة مضارع. بسيط. قبلها ايه? للنصيحة. بستخدم شود والمصدر. يبقى you should make. هقول you should make noise. ينبغي ان تعمل ازعاج او تقوم بعمل ازعاج ولا should. طبعا لا ينبغي ان تقوم بعمل ازعاج. if your father is reading. بيقرأ. شوف كده القطعة مع بعض. بيقولي هنا. in some countries. في بعض الدول او البلاد. people first. اولا ها التلفزيون. في البداية كده كان عندها التلفزيونات. about 90 years ago. الكلام ده كان من ايه? كان من 90 سنة. before. قبل 1935. قبل سنة 1935. the picture on a tv screen. يعني هنا الشاشة بتاعة الايه? الصورة بتاعة التلفزيون was smaller. دي كانت اصغر than من a postcard. شاشة التلفزيون دي كانت اصغر من ايه? اصغر من البطاقة البلدية. most tv programmer programs. معظم البرامج بتاعة الايه? التلفزيون. بعد كده جاب لي هنا صفحة 48. بيقولي هنا. where in black and white? كان بلون الابيض والاسود. in 1940. في سنة الفتسومية واربعين تيفي. الشركات بتاعة التلفزيون in the usa. began في الولايات المتحدة الامريكية. بدأت. to make color programs. بدأت ان هي تعمل برامج بالايه? بالالوان. هوفر ومع ذلك color tvs التلفزيونات الملونة. were very expensive. كانت غالية جدا. so most people who had tvs watched in black and white. عشان كده موظم الناس كانت بتشاهد التلفزيون بالابيض والاسود. although بالرغم من ايجيبت هات تيفيز. ان مصر كان فيها تلفزيونات in the nineteen sixty. الكلام ده في عام الفتسعمائة وستين. the country made its first color tv program. مصر عملت اول برنامج ملون لها. او خاص بيها. in nineteen seventy three. الكلام ده كان سنة الف تسعمائة تلاتة وسبعين. also كذلك the first remote control. اول جهاز للتحكم عن بعد. were made and صنعاء في عام nineteen forty eight. سنة الف تسعمائة تمانية واربعين. يلا هنا بيقول لي اول سؤال ايه? when did people first have television? يعني هنا امتى النصف الاول خالص كان عندها التلفزيونات. الكلام ده من حوالي تسعين سنة. about ninety years ago. about يعني حوالي. ناينتي. حوالي ايه? حوالي. يعني حوالي ايه? حوالي تسعين سنة. اكو يعني من حوالي تسعين سنة. رقم اتنين. طبعا هنا الازيادة. لمعظم الناس زمان ما كانوش بيستخدموا التلفزيونات الملونة لان هي كانت اسعارها غالية جدا. هنقول هنا بكوز لانها. اللي هي التلفزيونات الملونة. يعني التلفزيونات الملونة كانت غالية جدا. كانت ايه? كانت غالية جدا. رقم تلاتي بيقول لي هنا. عايزة يقول لي هنا ايه? يعني كم حجمها? الشاشة كان حجمها? قدي ايه? حجم شاشة التلفزيونات كان قدي ايه? قبل سنة 1935. يبقى هنقول هنا ايه? ذا بكتشور سكرين. ذا. بكتشور. اون. ايه? تي في الصورة كده بتاعة الايه? بتاعة التلفزيونات شاشة تلفزيونات سكرين. كانت اصغر من. كانت اصغر من البطاقة الباردية. اه? بوست. كانت اصغر من البطاقة الباردية. بعد كده هنا يجيب لي سؤال اختيارات. السؤال رقم اربعة بيقول لي ايجيبت ميد اتس فيرس كولر تيفي. مصر صنعت اول تلفزيونات لها ملون ان الكلام ده كان في السنة ايه طبعا? ناينتين سيفنتي ثري. الف تسومية تلاتة سبعين. بيقول هنا اللي هي البرامج اللي هي الملونة. التلفزيون يعني بالملونة. كانت يعني كانت باللونين الايه? اللون الابيض واللون الاسود. الكلام ده كانت بعد التلفزيونات اللي هي باللون الابيض والاسود. التلفزيونات الملونة كانت قبل ولا بعد طبعا كانت افضر كانت بعد التلفزيونات اللي هي بالابيض والاسود. جاب لي بقى هنا سؤال خاص بالترتيب. هنقول هنا ايه? اه مجموعة من الاصدقاء اجروب اوف نرتيبها عشان ما فيش مكان اجروب مجموعة اوف يعني من مجموعة من الاصدقاء ميت بيت قبلوا. كده رقم اربعة. لتناول وجبة العشاء. يتناول وجبة العشاء. اد بارك في الحاضيكة العامة. اد بارك في الحاضيكة العامة. طبعا المفروض انت بتكتب لكن مفيش مكان يقضي الكتابة. رقم اتنين هنقول هنا ايه? الناس بتقضي ساعات الناس بتقضي ساعات. الناس بتقضي ايه ساعات في لعب العديد من فيديو جيمز. العاب الايه? العاب الفيديو جيمز. فيديو رقم خمسة جيمز رقم ايه? رقم ثلاثة. هنبدأ بايه? بيقول هنا اف. طيب نكمل. هنقول هنا ايه? اف جو ار اف رقم واحد. يو. ادي الفاعل. خد معها ار. كده زي ما المضارع ايه? بسيط. اف يو ار. يعني هنا ايه? اف يو ار. لو انت بتكون ايه? بتكون ايل? لو انت بتكون مريض. يو. انت. تمام? ينبغي عليك. سي اه دكتور ان انت طارد طبيب او طارد نفسك على الطبيب. كده رتبناها طراء الطبيب. رقم اربعة هنقول ايه? التسوق عبر الانترنت شوبي اونلاين شوبي التسوق اونلاين. التسوق عبر الانترنت يعني بيوفر بيوفر ايه? بيوفر ماني بيوفر النقود. اند وايه كمان? وكمان طايم وكمان ايه? الوقت. وبيوفر النقود وبيوفر الوقت. بعد كده عايز نكتب عن الحياة في ايه? الحياة في المستقبل. وده اصلا نلاقيه عندنا هنا متجوفة اخر الوحدة. وكمان ان شاء الله قدم لكم اهم البراكرافات الهامة والمتوقع لمنهج الصف الثاني الاعدادي.